في معانا يعني هيك دقائق أخفايز إذا ممكن يعني نتكلم عن الغرض كله يعني ليه يعني شفنا الموت والتجسد والغرض والبركات لوين عاوزين نصل يعني في الموضوع ولسيما عاوزين نوجه كمان رسالة للمشاهد لو أقول من هذا الأصحاح أقول أجرة الخطيئة موت أجرة الخطيئة مش أعمال صالحة أجرة الخطيئة مش دين مش ديانة أجرة الخطيئة موت فيا إما حضرتك تشيل خطيئة وتروح بيها قدام الله وتدفع حسابها يا إما في شخص عنده استعداد يشيل خطيئك وانت تقول له خدها يقول لك أنا شيلها لك قال في يوم من الأيام تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقين تعالوا يا خطى مش المتعبين أيها المتعبين من سقل الخطيئة المتعبين والمتعبين كمان والآه طبعا إحنا تعالوا حطوا خطيئكم أقول لك ما تحطهاش بس تعال أيا والأب والله تولى بنفسه يحط خطيئه مرة قلت طب لو ربنا قال لي حط خطيئك على المسيح كنت هحط إيه ولا إيه ده في حاجات عاملها أنا معرفش إنها خطايا أفتكرها حلوة بطلقة مش حلوة كنت هحط إيه ولا طب السهوات أحطها إزاي قال لي ما تعمل أنت عايزني أه الله حيحط علي اسمك طب عايزي تعالى المسيح يا إما هتروح بخطيئك تقابل الله الديين وتقابل المسيح ما هو يا إما تقابله باعتباره حمل الله اللي مات على الصليب لأجلك وإذا انتهت زمان النعمة هتقابله برضو بس باعتباره مش المخلص لكي تنال منه الخلاص هتقابله باعتباره الأسد لكي تنال منه القصاص